وفي مارب ضبطت الأجهزة الأمنية خلية إرهابية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وأوضح الإعلام الأمني بشرطة محافظة مارب أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مارب من جهة والقوات الحكومية والأمن من جهة أخرى وأشار إلى أن زعيم الخرية الأرهابية زيد عبدالرب حسين خيران أعترف أنه التحق بصفوف مليشيا الحوثي الأرهابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها وقلف بالعديد من العمريات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مداريات محافظة مارب وتم تكليف بعد ذلك بالطلوع إلى صنعاء حيث التقى هناك بالمدعو عبدالله حسن عمران وقم بتوظيفه في المهمة الجديدة وتوظيح طبيعة العمل التي سيقومون بها بمحافظة مارب